أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من نصف مليون مدني سوري خلال شهرين من المعارك والقصف في شمال غربي البلاد جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفته روسيا فيما حذرت من كارثة إنسانية جراء الأزمة وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون إن أكثر من خمسمائة ألف شخص تركوا منازلهم ونزحوا إلى خيام في أماكن نائية 80% منهم نساء وأطفال وخرجت قوافر من النازحين من مدن وبلدات تتعرض للقصف أو تدور المعارك في محيطها باتجاه مناطق أكثر أمنا